تعمل الإدارة العامة للمرور على تأمين سلامة الطلبة والطالبات من خلال خطة مرورية تهدف إلى تحقيق سنة دراسية آمنة وانسياب الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة في محيط المدارس هذا واجتملت الخطة المرورية تطوير أداء شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس بالإضافة إلى توعية سائق حافلات المدارس تعمل الإدارة العامة للمرور على تأمين سلامة الطلبة والطالبات تزامنا مع العودة للمدارس بوضع خطة مرورية تهدف إلى تحقيق سنة دراسية آمنة وانسياب الحركة المرورية لأولياء الأمور والسواق في محيط المدارس تزامنا مع العودة للدراسة لإدارة العامة المرور أعدت برامج مكثفة لتأهيل وتدريب أفراشطة المجتمع وحراس الأمن وسواق الباصات بزارة التربية والتعليم عن كفية تنظيم الحركة المرورية أمام المنشآت التعليمية وذلك لتأمين سلامة الطلبة والطالبات مساعدتها مع العبور الآمن خلال ذهابهم إلى المدارس وكيفية التعامل مع الحركة المرورية لضمان إنسيابيتها وعدم تعطيلها وكيفية التعامل مع سواق وأولياء الأمور للحد من السلوكات الخاطئة التي قد تكثر في المناطق التعليمية والطلاع سواق الباصات على أهمية التقيل بقانون المرور وضرورة توفر اشتراطات السلامة المرورية أثناء نقل الطلبة الإدارة العام المرور تتمنى للطلبة والطالبات عام دراسي آمن بعيد الحوادث المرورية طبعاً إدارة العام المرور تقدم مراش تدريبية بشكل دوري لحراس الأمن ومن خلال هذه الدورات التدريبية تم رفع جهازية الحارس للتعامل مع الظروف التي تبدأ مع بداية اليوم المدرسي ونهاية اليوم المدرسي طبعاً هذه الجهود ترفع من جهازيته أيضاً العبور السليم لأبناء الطلبة بحيث أن يدخلون إلى المدارس بكل أمان بدون أي عراقيل كذلك يقوم الحارس من خلال هذه التعرف على القوانين أو المستجدات في هذا الجانب كما يقوم الحارس أيضاً بالتعاون مع شرط المجتمع في الحد من الاختناقات المرورية أمام البوابات وذلك من أجل تحقيق مصلحة يطمح لها الجميع هي أمن وسلامة أبناء الطلبة متمنين إلى أبناء الطلبة عاماً دراسياً حافل بالنجاح والتقدم في الحقيقة نحن على تعاون مستمر مع الأخوة في وزارة الداخلية والمتمثلة في الإدارة العامة للمرور طوال العام هناك لجان مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور طوال العام ومنها على سبيل المثال اللجنة المرورية في محيط المدارس والأخوة في الإدارة العامة للمرور صراحة مشكورين ما قصر ويتكون عندنا المحاضرة لتوعية السواق لعملية النقل وكيف يتم النقل بأمن وسلامة لأبناء الطلبة والطالبات اجتملت الخطة المرورية على عدد من البرامج الكفيلة بتطوير أداء شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس من خلال تقديم عدد من المحاضرات التوعوية لسواق حافلات المدارس نتعاون الحراس الأمن وزارة التربية مع شرطة المجتمع مع رجال المرور لتنظيم سير العمل له الطلاب في نزولهم إلى المدارس لأولئة الأمور حق سير العمل حق يوصلون سلامتهم حق الوظيفة مالتهم حق سلامة المرتادين للمدرسة المحاضرة وايد مهمة أنها تبين لنا التعاون بين حارس المدرسة مع شرطة المرور مع شرطة خدمة المجتمع وذي كلنا بينصب في طار واحد أنه سلامة الطلبة المشي البوابة يكون موجود فيها الحارس وشرط المرور وشرط المجتمع عن التفادي الحوادث والزحمة ومن أجل تحقيق الأمان وتسهيل الحركة المرورية على مستخدم الطريق والسواق الالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة إضافة إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور مع أفراد شرطة المجتمع وحراس المدارس لتنظيم الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة موسيقى